هنروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد الرجال حقيقة اللي بيعيشوا دلوقتي فترة جيدة فترة فيها ثقة أكتر من ما مضى فوزنا على نادي الزمالك بفرق خمس أهداف في الفوز يمكن من 27 و 20 كان يعني فوز كبير من فترة أتصور نحن حتى لما فوزنا على نادي الزمالك في الأواخر كان بيبقى فرق هدفين ولكن فرق خمس أهداف ده بيدل على سيطرتك وبيدل أن مستر ديفيد ديفيز بدأ يحط إيده على مصادر القوة والضعف في الفريق ليه عليك الأهل يواجه سموحة بدورة محترف اليد بكرة إن شاء الله في اسكندرية على ملعب صالة سموحة الساعة الرابعة طبعا مستر ديفيد ديفيز بيعمل روتيشن الآن هايل على اللعيبة كلها شفنا أحمد خيري شفنا المصري شفنا يعني إسلام حسن كل اللعيبة الحقيقة فيه شكل جيد جدا وفي فورما جيد يتبقى التوفيق ويتبقى أن ربنا يحميه من الإصابة طيب الفريق النهاردة تناول وجبة الجدادة طبعا مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الأسباني والمساعد لكرة اليد في النادي الأهل وعايز أفكر حضراتكم لو تفتكروا النادي الأهل يدور عن الاستقرار لهذا الفريق فتعقد مع مستر ديفيد ديفيز لمدة سنتين ونصف هذا الموسم كان فات نصه تقريبا والموسمين القادمين وهذا نوع من الاستقرار الفني المهم للفريق طيب الحقيقة أنا عايز أقول برضو أن الفريق بينتظر لسه بطولات يعني إحنا عندنا البطولة الدوري المحترفين بعد كده عندنا السوبر الأفريقي وبعد كده عندنا أبطال الكؤوس ومفكر حضراتكم أيضا أن كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية هيتلعبوا على الصالد الأبير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهل بالجزيرة لأن النادي الأهلي كان قدم طلب استضافتهم وكنا غطينا في شهر 12 اللي فات التعاقد مع الاتحاد الأفريقي منصور أريمو رئيس الاتحاد كان موجود ووقعنا العقود ممثل عن نادي قال لي طبعا كان الكابتر خادر العوضي مدير نشاط الرياضي واللي استطاع أنه يعني يوقع هذه العقود باستضافة هذه البطولة ودي مهمة فنيا أنت الحمد لله بدأت تستوي بشكل جيد وبقدأت يباند شكلك أنا أقولت لكم كان التستل حقيقة كانت مباراة نادي الزمال محترمنا لكل الفرق كل الفرق على رأسنا وفرق يعني قوية وعملة موسم كويس سواء سموحة سواء البنك الأهلي سواء يعني سبورتينج سموحة كل الفرق على رأسنا من فوق عاملين طبعا بجهد كبير ولكن اللي بيبقى الدربي دايما بيبقى له طعام آخر فكان أول تستلين هو مباراة الزمال والحمد لله للمرة الأولى من فترة والزمال والحمد لله كامل نجوبه ما فيش حد مصاب خمس أهداف الحقيقة كانوا شكل جيد وكمان أنت في الوقت وكمان الزمالك معه محترف ومع جهاز فني أسباني يعني الزمالك في حالة جيدة وبرضو في نفس الوقت أنت في حالتك برضو جيدة يعني الحمد لله كنت برضو في وضع جيد ولكن النادي الأهلي بدأ يتطور شكلا يعني بوحدة وحدة اللعيب الزغرين خدوا خبرات كويسة من السنوات اللي فاتت يتبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا الفريق عشان يبتدي في حصد البطولات والحقيقة احنا من تظريب من هذا القطاع ومن هذا الفرع بطولات كثيرة ويكفي أن مدير النشاط الرياضي هو أحد رموز هذه اللعبة الكابتال خارج العودي